طيب انت كنت عارف ان الجيل ده بيحقق انجازات كبيرة قوية طبعا وانت دخل عشان تحقق باية الانجازات دي كان المدير بفن ساعتها جوزية من والجوزية اول مرة قابلك جوزية قالك ايه اقول لك بقى يا انها رضي دكتن على دي مقابلها انا اسلام الشاطر بقى وجاي وعمل هيصة بقى ومصر كلها لا اخش في القالم لا يا ليتو تخش في القالم ما تقابلناش في مصر كان عندنا معسكر في المانيا خلاص فما تقابلناش في مصر كان عندنا معسكر في المانيا النادي النادي الاهلي وهو جاي من البرتغال على المانيا فاجي اول يوم اتمرنا مجايش تاني يوم لقينا واحد دخل ما هنقول جوزية بقى فبيسلم على اللعيبة الجديدة كلنا واقفين بالدور فوقف اقف يعني بعد اسمت ويف المسلم من هاي 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 على اللعيبة الجديدة انا كنت عايزكم لقيتكم موجودين معايا فتمام ان شاء الله نعمل حاجة كويسة مع بعض السنة الجاية يلا عشان عندنا تمرين كمان شوية بصينا البعض كده طبعا احنا كلنا واخدين على بعض انا وبركاته طبعا طبعا فبصينا البعض كده وايه ده نعمل ده نعمل الهيسة في مصر ده نجاي يعني نجاي بهيسة الفترة دي حصل شوية تقلبات في القضية بتاعتي كان نادي الزمالك رفع علي قضية علشان ان انا ارجع نادي الزمالك تاني مواما حصلت وراحت وجاد كنا رايحين نلاعب وساسونا ماتش ودي نعم وانا في فهو جوزي انا في اسبانيا في اسبانيا اه ما هو من ألمانيا رحنا بقى لفهنا شوية ايو 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 فروحنا رايحين الماتش يا كافتن في الاوتوبيس خلاص انا حلعب اه حلعب حبدا الماتش وانا في الاوتوبيس قبل الاوتوبيس يعني قبل نركب الاوتوبيس قال للمحاضرة اسلام حلعبك رايت كويس وبقيت الفرق اه نزلنا كابتل لك ابن الاوتوبيس وانا في الاوتوبيس كابتل حسام البدري قام قال اسلام انت معلش النهاردة انت هتريح مش هتلعب مش هتبدأ كان المساعد بتاع الجوزيه هو اه اه فتمام مش شوية كده فالجوزيه قاعد يتكلم معاه وبتاع وكان معانا رأسوز ابراهيم المعلم ايها رئيس بعسة رئيس بعسة اه فأسوز ابراهيم قاعد يتكلم في التليفون ومش عارف ايه المهم قام الكابتل حسام قال لك اسلام انت تجهز عالي خالق واحنا في المدرق واحنا في الاوتوبيس هتلعب لا اجهز هتجهز اه طبعا انا قاعد ايه ارجع بضهري والش احمر اطلع قدام وبركاتي يحمل ايه هتودينا في داهيا الله هتودينا في داهيا مهم يعني اه فمن هنا لهنا 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 داخلين الملعب يا كابتن انا مش هلعب اه خلاص اتقالي كده ليه اتعرفش ليه السوز ابراهيم معلم بقى اقالي بعد كده انها كان حوارات بيتدور ان انا قانونا هل ينفع لعب ولا ملعبش قبل انتهاء بس ده ماتش ودي قبل انتهاء الفترة القضية نفسها معرفش كان فيها ايه اه مهم تم اتخاذ قرار ان انا هلعب الماتش مين اللي خد القرار اللي بلغني بيه منول اه هاللي هتلعب خش غير وطبخش بغير ولا عد طبعا ما بسدش بس صح يعني ايه دي كان اول ماتش ودي مشهور يعني لعبنا قساسونة على ما اتذكر يعني وانت مغدود بقى مغدود جدا ومش مستعد ومش مستعد ومش مركز ومش حاجة خالص اه خالص قالك ايه بعد المباراة جزي هاي الورائع وانت احسن واحد وانت مش عارف ايه اه والله كلام من ده اه انت شايف اتا الوقت اتكلمتني على مدربين كتير جدا اه ان انا عارف انت عاوز تقول ايه اه كلمتني على مدربين كتير جدا وده لي بصمة وده لي فضل وده 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 مين من خلال بقى الفترة دي كلها المدرب اللي ساب بصمة في حياتك وقلت ان فعلا الراجل ده اه استحال انسا بقى كتيرة كابتن ما مقدرش اقول واحد والله يعني كل الاسماء دي يعني الاسماء اللي حضرتك جبتها دي وغيرهم اسماء كتيرة في نادي الأولمبي وغيرهم اسماء كتيرة طب المدرب الافضل اللي طورك وخلاك بقى ملاش احسن اللي طورك وغير منه بس كابتن معصن صالح كان له دول كبير جدا من المدربين المصريين مانويل جوزي كان له دول مع كرول كبير جدا كرول وراني للناس مانويل جوزي غير شخصيتي غير بقى فكرك كله بقى فكري وشخصيتي وكل حاجة مش انا الواحدي غير فكري جيل استفدت من في حياتك من مانويل جوزي جدا في ايه اللي تستطيع كل حاجة برضو يا كابتن كابتن مانويل جوزي مستر مانويل جوزي خلي بالك كان هو صاحب القرار في ان انا مشي من النادي الاهلي. ما هو فيه بدون اعطي كلامك هنا هو بيسألوه في احد البرامج بيقولوله انت ظلمت مين في حياتك من اللي عجلتك بشان اللي بقول بقى. اه اه اه. فارد لهم اسلام الشاطر انا ظلمت اسلام الشاطر. دي حقيقة. ليه? لانه ظلمني انا انا بعتبر انه كنت بالعب كويس وماشي كويس. هل معلومة وصلت له? مراش. مراش. لحد دلوقتي ما. ما انا حاولت. ما انا حاولت. انا بحبه. اه. انا انا بحبه. فبالعله بتبلاوله الزلط. فيعمل اللي يعملو. اه. ومش عايز اقولك انه بعد ما مشيت. كلمني في التليفون كان بيكلمني كل مطشين العابهم في. كنت بالعب في حرص الحدود مع كابتل طارق العاشري اللي له دور كبير جدا في حياتي. طارق مدرب كمان حاجة تفرق في صراحة. ده مهم. في اخر حياتي كمان. اه. فمانوال كان بيكلمني كل مطشين تلاتة هاي لاسلام بس انت كنت الكرة دي لازم يعني بيقعد يتفرق علي. عشان احسس ان هو فيه زمن. اه. وبعدين بقى مطشاة الاهلي وحرص الحدود شجون غير طبيعية. اه. انا. اه. كنت بنزل اخر واحد في لعيبة حرص الحدود. استاد كله بقى. جمهور الاهلي وكان بيبقى فيه شوية من جمهور حرص الحدود. بيندهوا علي. ولعيبة الاهلي كلها. انا عارف بقى. انا عارف النظام بتاع مانول. اه. ولا حد يسلم ولا حد يجري. تسخيني يعني تسخين وما حدش يقدر يعمل ولا الكلام ده كلها. لعيت الاهلي كلها. فيه اه. اه. فكانوا بيجوا وسلموا علي في التسخين. فانا قد ايه عرفت ان الراجل ده بيحبني من الموضوع ده. النسابهم يعني. نسابهم. اه. انا عارف ده النظام اللي كان ماشي علي. وانت جربته في كاس العالم. وجربته في كاس العالم. اه. فان هما اللعيبة تسيب التسخين وتجيلي وكابتن علاء وكابتن قسامة وكابتن حسام وهو نفسه وياخدني من ايديي للجمهور وبتاع. لا ده. انت سحيدة بقى حسيت بال الظلم اللي فعلا انت ظلمت. اه. اه. وربنا اداني كتير في حرص الحدود. ما كنتش ما كنتش مصدق ولا تخيل اللي حصل في حرص الحدود. لكن الاهلي يا كابتن كل الفترة بتاعت الاهلي فيها الطراط. ما هي ديها. انت حققت ابن عمل الاهلي كم طولة. اعتقد اه. 18. 18. 20. 20. اه يعني.